قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة الفتاحية للنسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار قال إن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى كما أوضح رئيس الوزراء أن أبرز تلك التحديات في المرحلة الراهنة يتمثل في استمرار العدوان الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان شك أن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التعقيد لعل أبرزها في المرحلة الحالية تمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان العزيز وفي مواجهة هذه التحديات يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهم الركيزتين الأساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط وذلك بالنظر إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تدعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز